السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبات الحبيبات طلبات الصف السادس نستكمل اليوم الجزء الثاني من تدريبات الواحدة السابعة نفتح مع بعض بيض 198 مثال 1 اوجد الجزء أو النسبة المقوية 9% من 124 اتعودنا ان احنا نحول النسبة المقوية لكسر عشري اولا نكتب المعادلة X بتساوي النسبة المقوية لتحولها لكسر عشري كما ذكرنا من قبل 0.09 multiply 124 X بتساوي نضرب مع بعض 4 multiply 9 equal 36 نكتب 6 ومعنا 3 2 multiply 9 equal 18 plus 3 equal 11 بنكتب ال1 ومعنا 1 1 multiply 9 equal 10 plus 1 equal 11 نلاحظ الpoint بعد رقمين اذا نضع الناتج الpoint ايضا بعد رقمين اذا X بتساوي 11.16 مثال 2 ما النسبة المقوية التي تمثل 3 من 20 نكتب مع بعض المعادلة B وهي تمثل النسبة المقوية ضرب 20 equal 3 20B equal 3 المعادلة عندي ضرب وبها مقوية هو B اذا نحولها الى قسمة B بتساوي 3 3 divide 20 نقسم مع بعض قسمة مطولة 3 divide 20 طبعا نجد ان 3 اصغر من 20 اذا نضع في الناتج 0 ونضع جنب بين 3 point اصفار 30 divide 2 30 divide 20 equal احسنتم 1 1 multiply 20 20 30 minus 20 equal 10 بنكمل عملية القسمة بننزل الزيرو 100 divide 20 equal 5 5 multiply 20 احسنتم 100 0 0 اذا B بتساوي 0 point 15 بس انا كده محولتهاش لنسبة مقوية اتفقنا لتحويل اي كسرة 10 لنسبة مقوية بيدرى في 100 بنحرك الpoint اتجاه اليمين مرتين اذا النسبة المقوية بتساوي 15% بنجمع بعض او جد 24% من 35 نحول ايضا النسبة المقوية اللي عندي في سورة كسر 10 بنكتب المعادلة X X بتساوي 0 2 point 24 multiply 35 X بتساوي بنضرب مع بعض 35 multiply 24 4 multiply 5 equal 20 نضعي 0 معنا 2 4 multiply 3 equal 12 plus 2 equal 14 2 multiply 5 equal 10 0 معنا 1 2 multiply 3 equal 6 plus 1 equal 7 0 plus 0 0 4 plus 0 4 1 plus 7 8 اذا X بتساوي 840 ونلاحظ انه الpoint بعد رقمين اذا X 8 point 40 او الكسر المكافي 8 point 4 مثال 5 43 percent من 82 نكتب المعادلة X بتساوي نحول النسبة المقوية الى كسر 10 43 percent بتساوي 0 point 43 multiply 82 X بتساوي ندرب مع بعد 82 multiply 43 3 multiply 2 equal 6 3 multiply 8 equal 24 4 multiply 2 8 4 multiply 8 equal 32 6 plus 0 6 4 plus 8 equal 12 بنضع 2 معنا 1 1 plus 2 plus 2 equal 5 3 3 تنزل 3 5 5 6 5 نلاحظ أيضا أن الpoint بعد رقمين إذا نضع الpoint في الناتق بعد رقمين إذا X تساوي 35 5 28 1 في الدرس السادس من الوحدة السابعة يوجد الكل ما العدد الذي 140% منه يساوي 308 أولا نحول النسبة المقوية ونلاحظ أن النسبة المقوية هنا أكبر من 100% نحول ها إلى كسر 20 ونكتب المعدلة 140% ضرب N بتساوي 308 140% بنحول ها الكسر 20 إذن 1.40 N بتساوي 308 المعدلة عندي ضرب وبها مجول إذن نحول ها إلى قسمة N بتساوي 308 divide 1.40 308 تعتبر المقسوم وال 1.40 تعتبر المقسوم عليه طبعا إحنا مخدناش إنه يكون المقسوم عليه كسر 20 ومحتاجين إنه نطرد البوين بدرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في أحسنتم 100 وذلك لطرد البوينت نبدأ نقسم مع بعض 30,800 divide 140 140 308 divide 140 بنبحث عن رقم إذا ضرب في 140 يعطيني 308 أو رقم قريب منه أحسنتم نقض 2 2 2 2 0 0 2 multiply 4 8 1 multiply 2 2 8 minus 0 8 0 minus 8 بنستلف من 3 يصير 2 وال0 يصير 1 0 يصير 10 10 minus 8 2 بنكمل عملية تلقسنا بنزل 0 280 divide 140 أحسنتم 2 2 multiply 140 280 0 نجد أن في المقصوم يوجد 0 بنطلع في الناتج إذن N بتساوي 220 نجمع بعض ما العدد الذي 62% منه بيساوي 186 أيضا بنكتب المعادلة 62% ضرب N بيساوي 186 بنحول النسبة المقوية إلى كسر عشري 0 point 62 N بتساوي 186 المعادلة أيضا ضرب وبها مجول هو N بنحول ها إلى قسمة N بتساوي 186 divide 0 point 62 أيضا 0 point 62 يعتبر هو المقصوم عليه محتاجين محتاجين نطرد point إذا بدرب كل من المقصوم والمقصوم عليه في 100 نسم مع بعض 18 1600 divide 62 186 divide 62 بنبحث عن رقم يقبل القسمة على 62 ونجد أنه حسنتم 3 3 multiply 2 equal 6 3 multiply 6 equal 18 0 نجد أنه يوجد لدينا في المقصوم 0 بنطلح هم في الناتج إذن N بتساوي 300 وبكده يكون انتهينا من التدريبات الوحدة السابعة نستكمل فيديو آخر درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته